بكل حيوية ونشاط يتجه لزرق بنزيان وهو بطل في عدة رياضات على غرار رياضة كيكبونكسينج إلى قاعة كمال الأدسام وذلك لمباشرة حصته التدريبية تحضيرا للبطولة القادمة التي ستقام في مصر والعراق وإن شاء الله راني هنا مع الشيخ آمين جيم بودي بولديك نخدم عنده مصف فيزيك لا فورس ونحضر البطولة القادمة إن شاء الله في مصر والعراق بإذن الله سبق دي جاء ونشرفنا على المستوى الوطني وهذا مفخار الولايات غليزان وراح بصدد هنا يقوم تحضيرات عندي هنا في القاعة بعدها يتجه إلى قاعة متعددة الرياضات للنادي الرياضي الهوية الشهيد فلاحي محمد للكينج بوكسينج والفول كونتاكت وذلك من أجل مباشرة تدريباته في اختصاص الفنون القتالية المختلطة رفقة مدربه استعدادا لحزي ألقاب أخرى خلال البطولة القادمة أنا أفتح ديراتنا في الكي بوكسينج والقرابلينج مع المتر تاوع إن شاء الله وراح إن شاء الله في هذه البطولة تعمل مصر والبطولة تالعراق إن شاء الله في كردستان إن شاء الله بيقوة في اختصاص الأمامي وإن شاء الله ما تكون صعوبات كما المرة دي فاتتت بس كنا في الولايات تعنا قلوا لي بل إنتا ما أمكش من خارط في ناديها ودى النادي تعينا وراني كبرت في هذا النادي وتربيت في هذا النادي وإن شاء الله كما جبت لقب اللاتين تعال بريزيل في 2019 نوعدكم إن شاء الله يكون نص من حالي في نفات البطولة قادمة إن شاء الله بيقوة نطلب من السلطات أن نتعاون تعاون هذه الأطلات في طعبة من هامش وعلى مرة اللي فاتت عرق لهالو بها يروح الرياضات العالمية في البريزيل والحمد لله يا ربي شرفنا وشرف النادي وشرف الدولة الجزائرية نحن كمودر بيننا وشيخ عبدالله نحضره في المنصاري هذا الزرق للبطولة في العالم التي تسجرب العراق وحاجة إن وسواء نطلب منها يكون حض موفق إن شاء الله ليبقى الشاب الرياضي ابن حيدر أسبي غلزان عامحا لنيل المزيد من الألقاب ورافعا الراية الوطنية عالية خلال البطولة القادمة التي ستقام على أرض مصر والعراق إذا ما أخذيه هو أمثاله الرياضيين بالمزيد من العناية والاهتمام ترجمة نانسي قنقر